بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مدام ما بعد فهي سيدة حياتنا فيها التغيرات حصلت كتيرة وصدقنا السوشال ميديا ده عمل شوية التغيرات في حياتنا ودخل مفردات كتيرة في حياتنا المفردات دي بعضها ما حد جزء اه بعضها كويس لان ده حقيقي بعضها كويس قرب الناس البعاد لبعض وخلهم يقدروا يشوفوا بعض ويقدروا يتواصلوا بس فيه حاجات تانية عملها حاجات تانية عملها اقولك زي ايه يقولوا كده يقولوا عارف افضل عشر دقائق ممكن تشوف فيهم السوشال ميديا التلات ساعات اللي قبل النوم العشر دقائق التلات ساعات اللي قبل النوم فده خطر خطر شويتين تلاتة هل ده عمل اشكال من الادمانات في حياتنا اه والنهار ده عن نتكلم عن نوع معين من الادمان يتعلق بالسوشال ميديا اسمه ادمان ايه ادمان ناش الصور السيلفي بتاعت حياتنا كلها احنا مشانا نتكلم عن ده انا عندي رأيي شوية اسمعول يعني اني السوشال ميديا لما نشأت نشأت وهي كانت محتاجة شويتين تلاتة نظرة من علماء الاجتماع وعلماء النفس لاني لها اثر نفسية واجتماعية ضخمة وعشان كده وإحنا نتكلم عن السوشال ميديا لازم يكون معنا احد الخبراء في الكلام عن الاثر النفسية لكل مفردات جديدة في حياتنا وعشان كده معنا الاستاذ الدكتورة حنان الرصاص استاذ الطب النفسي دكتورة حنان ازاي حضرتك ازاي حضرتك هو فعلا ممكن يكون الافراد في نشر صور السيلفي بيوصل لحد الادمان ولو كان كده ايه العلامات هو ممكن طبعا يعني للأسف في ادمان الحاجات كثيرة في الموبايل وخصوصا زي ما حكرا قلت السيلفي موجود بشكل عالي يعني العلامات ان الشخص بيكون يعني هتلاقي كل اهتمامه بيسميها كده يعني كل اهتمامه في اي مثلا حدث في اي مثلا خروجها وبيخرجها انه هو يتصور فكأنه بيقلن اهمية الاشياء الاخرى فحتى بمسامي اي حاجة في الادمان بمسامية السموم الدافعية حاجة اسمها ان يبقى اي حاجة تاني مش مهمة لفروج ان انا انبصت بس مهم ان انا اعمل حاجة دي حاجة تانية انه هو بيكون صورته عن نفسه بياخدها من ايه من رأي الاخرين هو اصلا مش معندوش انتباه تماما لنفسه لو حد بقى منعه اي بقى ادمان بشكل عام حد منعه عن الحاجة اللي هو عايز يعملها انا كيجي له اعوض انسحاب يعني ان هو يبدأ يتدايق يعني ان هو يتدايق يتوتر طب يخليك معنا في الاعلى طب بس ياخدوا الصورة دي يبدأ يتنقذ للحد اصرع عليه مثلا ان هو يسيقوا الموبايل ممكن اول ياخده مثلا الصورة بعد كل شوية لأنا عايز اكتر يعود يتابع ويشوف ودود الأفعال كل حاجات دي معنا الصورة دي والله الصورة دي ما كانش سناني باينة فيها الصورة دي معرفش ايه فياخد القعدة كلها بيصور نفس الصورة اللي هو في دماغه وينسى الهدف اللي هو كان قاعد موجود على خلاله بالزبط بالزبط وده الدافع الوحيد طب ايه اكتر الفئات المعرضة لهذا النوع من انوان ادمان الصور السيلفي وهو طبعا يعني في الاوينة اللي احنا فيه هالتينيجرس لوما لفترة الناس المراحقة يعني وين كان صراحة وموجود في عمره كتير صحيح على حسب خصوصا الشخص ايه هو بيشوف نفسه في عين مين عين نفسه ولا عين ناسه العريبة اللي هما يهموه ولا عين الناس اللي هو بيخب معاهم ولا عين ناس اخرين عمتلا بس هو مش شايف نفسه فاي حد هو عنده مشكلة في الاشو ده في النقطة دي يعني او انه هما بيحب يشوه شوية بيحب يزهر شوية او اعتمادي شوية على قوة الاخرين فيه اي حاجة يعني بتخص هذه الجوانب شوية ده جزء من الموضوع يعني بيكون عندهم موضوع بشكل عادي بس طبعا اختارها هارتينيجر لان صوتهم بتتكون دلوقتي عن نفسهم هل في اسباب تانية فده من اسوأ الظروف هل في اسباب تانية غير السبابين اللي حتى قلتيهم ممكن يخلي الناس تدمن ده في اسباب اخرى بتخلينا نجمن السلوك ده هو كذا حاجة اول حاجة من اكتر حاجات السيئة ان فيه اعمار بيبعاهم يعني بايلات بتكنولوجيا عالية بحاجات كده الحاجة المتاحة يعني يعني ده متاح فان هاعمل كده اي حاجة في الادمان الحاجة ان هي متاحة بشكل عالي ده ممكن يخلي استخدامها ما يكتر حاجة التانية طبعا ان الناس خدوصا السنة ده تصريتهم عن نفسهم بعضهم بتبقى متكون من ارائي الاخرين الحاجة التالتة طبعا وقت وقت الفراغ الحاجة المهمة بقى في مدورة تربط الحاجات دي كلها ان دي كلها عوامل ان ان هي ان السلفي ما بيتاخد هو سلفي تاخد وبعد كده بيتحط على سوشيال ميديا سوشيال ميديا بعضها متصمم ان هو ان انا كل ما اخد لايك كده الدبامين عندي بيعمل لكده انا باخد نشر انبساط زي جوعة الادمان فطبعنا ما اخد المرات دي مثلا خط 10 فبتحصل ارتباطات شرطية بتحصل ارتباطات شرطية بناء على ده وكل مرة ببعايز اعلي الدوز بتاعت اللايكات عايز اعلي الجوعة لانا بابنبوس حلو او التعبير ده يعني اللايكات بتعتبر دوز دلوقت في الحالة دي بتعتبر دوز زي الدوز اللي موجود بالزبط في الادمان بالزبط والشخص كل شوية ما بيرداش بالهوفيا وعايز عالي عشان يحصل على انبساط اللي كان بيحصل عليه في العشرة لأ بي لازم يجيد مياه عشان يحصل على انبساط العشرة ايه مثلا المياه الطولنس لو هاتتعود لازم يعالي يعني يتعود على الافكت فلازم يعالي الحاجة يعني او ينتظر لول حاجة الهجيرة طب ايه ايه اثار الادمان ده على الصحة النفسية للشخص اللي هو بيوت من نشر السعر السلفي هو اول حاجة وهي اهم حاجة صراحة ان صورته الزاتية عن نفسه متكسرة لانه اخذها عن وراء الاخرين فراء الاخرين يمحوني يمزموني الحاجة التانية الشخص هو اكتر راحت هو عارف نفسه عارف ان ايه فهي الميزات ايه حاجتها محتاج اشتغل عليها انقاط القوة بتاعتي فانصورتي عن نفسي مش واخدها للمالاخرين الحاجة بقى الاسوأ ان انا مااخد الفيزيك الشغل الخارجي يعني الشكل الخارجي او تقييم الخروجة او تقييم الناس اللي معايا الحاجات المتاليستيك الحاجات المادية مش تقييم حقيقي للبني ادر صح فكده هو قيمته بقيت في الصورة مش فقيمته في زيته وخاصة ان بس اختصار وخاصة ان احنا في سجن الصورة للأسف مفيش اي تفاصيل تانية خالص حوالي الف شكر لحضرتك يا دكتورة ودايما حضرتك بتملي حوارنا نور وبتخلينا نعرف كل التفاصيل عن كل الظاهر اللي بتحصل لنا من جانب النفس شكر لحضرتك يا دكتورة حنان السيلفي يا سادة ما بقاش اقول لكم الحقيقة السيلفي ما بقاش جزء من الحياة في ناس حياتهم بقت هي السيلفي وعشان كده ما بقاش بس ادمان ده بقى هو الحياة في ناس بتاخد سيلفي وهي صحية من النوم وهي خارجة من الحمام في ناس بتاخد سيلفي وهي بتربط تربط الجزمة وهي بتأخذ الجيلاتي أو بيقع منها الجيلاتي أو بتاخد سيلفي وشعرها منكوش أو وهي بتسرح شعرها الحياة بقت هي السيلفي هم تبعط الناس آه نشر صور السيلفي بيكون وسيلة للتواصل ومشاركة لكن لما الحياة تزيد عن حدها بالضر أكتر ما تنفى وشوف مثلا الشباب ادمانهم للصور وما في الجيم إزاي في ساعة التمارين يقعد يصور نفسه يصور نفسه يصور نفسه يصور نفسه خلي بالك أن ده بيخلي الإنسان عايز يهرب من حقيقته وخلي بالك أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن الإنسان يعيش حياة مش حياته ليه طيب لأنه لما بيعيش حياة مش حياته بيعمل إيه بيعيش حياة موازة بيبقى هو عايز يقول للناس أنه هو صورته أحسن من كده فما يكونش عنده الرضا إيه اللي حاصل هو من جوه ما عندهش رضا وعشان كده بيطلب الرضا من عند الناس وحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخ وعشان كده في الأوقات اللي بنضيع فيها السعادة والإحساس بنعمة ربنا سواء كنا بقى خارجين مع أصحابنا بنقضي معهم وقت أو مع الأهل فبيتضيع البهجة والدفع وإحنا مشغولين بتصوير أنفسنا عشان نشوف الصور دي وإن أنا خدت كم لايك زي ما اتفضلت الدكتورة قالت فبيجي حد يقول أنه محدش يمدي ييده قبل الأكل على الأكل قبل ما يصور فالناس تحس أنه إيه ده هي الصورة أهم من أنه نفرح وأنه نكون مع بعض طيب ما ده فيه كسر الخاطر وفيه عدم اهتمام بالناس والحالة دي تمنع الحب حضرت النبي بيأمرنا أنه نحن نحب بعض أنت كده بتنوحور حول ذاتك أنت عندك إيجو وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم وقلنا أن السلام أن أنت تعيشوا مع بعض ولذلك في حديث التلميذ اللي أخرجه عن سيدنا عبد الله بن عباس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل يعني إيه الناس اللي يتباروا مع بعض في الطعام مش ده برضو ممكن يكون وإحنا بنصور الطعام سلفي على فكرة أنا عندي طعام وأنا باكل في مكان أنت ما تكونش بتاكل منه طب إيه اللي حاصل أصبح ده من طعام التباري عشان كان جاء السلفي الكتير أنت مش بتصور حياتك أنت بتصور بتصور إيه أنت بتصور حيات تانية مش صورتك الحقيقية أنت بتصور الصورة اللي عايز تظهر بيها وسط الناس فعشان كده بتبقى خداع ومن غشنا فليس منا فمسلا تشوف ناس بيزعاءوا لأولادهم عشان يبقوا هم وقفين وهم بيلعبوا ويبقوا ايه مبتسمين ويتصوروا وهم وقفين جميعهم ويتصوروا ويكتبوا حبيب قلبي ونور عيني وموجة فؤادي اللي هو طول النهار قاعد يكسر فيه ويهبدوا ويضربوا وعشان كده المسألة بقت كارثية الصور اللي احنا بنعملها احنا بنرب أولادنا عن نفاق بنرب أولادنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ساوبة يزور واحد بيخدع الناس واحد مزور احنا بنزور حياتنا بعض الدراسات بتقول اعتبرت ان افراد في نشر صور السيلفي نوع من أنواع الاضطراب فحددت مثلا دراسة عربية ان التلت مستويات لي فبيانت ان الاضطراب الخفيف والتقاط تلت صور تلت مرات في اليوم من غير نشرها والاضطراب الحد والتقاط صور السيلفي ما لا يقل عن تلت مرات يوميا ونشرها على السوشيال ميديا والاضطراب الموزمن ما بيحصل لما يحصل تضعف السيطرة على الرغبة دي في التقاط الصور على مدار الساعة ونشر أكتر من ست مرات في اليوم ايه ده ده الدراسات كمان مهتمة احنا دخلنا في منطقة الخطر وحددت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دراء ولا درار يبقى يتمنى السفل بيساعد في تأكيد تضخيم الزات عند البعض زي ما لحظت الدراسات فيفضل دايما الشخص مهوس بانه يكون محط انظره واعجاب الناس ويزيد العجب بنفسه وكمان ده يخليه يدخل في المهلكات لان حظت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعد المهلكات زي ما في الحديث اللي في التبراني وفي البزار بسند حسن عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شحن مطاع وهوى المتبع وعجاب المرء بنفسه أنا بيشوف ناس بيعملوا اعجاب لنفسهم قبل ما يعجب من الناس اعجاب لنفسهم ليه؟ عشان هو معجب بنفسه وبيزعل من الناس انها مش معجبة بيه زي ما هو معجب بنفسه وبالرغم أن البعض بيدمن السيلفي كوسيلة للتعويض تعويض ايه؟ تعويض الاهتمام تعويض المحبة فهو كمان بيعوضوا عن عدم الثقة بنفسه إلا أنه كل ما بيدمن أكتر كل ما بيتآكل ثقته بنفسه لأنها بتكون مرهونة بيكمل اعجابات اللي أعجب بيه من الناس والتعليقات اللي هم معلقوا بيه على سلطه أو على اللقطة اللي هو خدها الشخص المضمن للسيلفي بيبقى عنده إحساس بالقلق ومترقب دايما نظر الناس دي واردود الأفعال من خلال الإعجابات اللي بتحصل له وأعداد المتابعين اللي ممكن تدفعه أحيانا أنه يمارس ممارسة أنا بسميها التسول العاطفي الإلكتروني يتسول يبقى متسول إحنا بقى عندنا المتسول بس اللي بيمسي في الشوارع المتسول كمان اللي بيكون على صفحات الستوشيال ميديا ويتمنى من أن يحد يحط له لايك أو يحط له شير وعشان كده بيعرض نفسه الخطر حقيقي في زيادة الإعجابات عنده أنه يحبط إذا ما حصلوش ده يممود من صور السيلفي بيزيد شعوره بالميزاجية والاكتئاب ودهية مخاطر وكأن الإنسان بيجلب على نفسه المهلكات بسبب سعيه أنه يوصل للكمال عشان يرضي المعجبين بتوعه كنتم يسمع واحد دايما يقول لي أنا بقيت شخص مشهور على السوشيال ميديا ففيه حاجات ما أقدرش أعملها يعني ما أقدرش أنزل مع أولادي خلاص بقيت أنا شخص مشهور فعشان كده واحدة من الدراسات وهي بتبين أثار الإدمان السيلفي قالت أن الإنسان بيشعر بعدها من رضا عن شكله عن شكل جسده وأحياناً بتوصل للشعور بالاستياء ويوصل أنه يسعى بكل وسيلة ممكنة أن شكله يبقى أجمل أقول لكم حاجة هم عملوا الفلترات دي ليه عشان في حد درس وحل أن الناس هايسين يبقوا أجمل هايسين يبقوا في حالة أفضل من الحالة اللي هم فيها أو يخبوا حاجة ويعيشوا بطريقة جذابة ويجملوا نفسهم عشان كده بيحصل أن الإنسان لما يكون على السوشيال ميديا ما بيبقاش راضي عن نفسه بيبقاش راضي عن حالته ويحصل أنه يجمل نفسه لدرجة أن الناس كتيرة بدأ عشان يظهروا على السوشيال ميديا عمل وعمليات جميل كتيرة وهي غير موجودة في حياته فيفضل أسير مسألة الإدمان وكأن عدم الرضا عن شكله بيربطه أكثر بدائرة الإدمان ويفضل الدائرة يفضل هو بيدور في سائة الإدمان لأن من خلال الصور هيعمل على مشاهدات فيجيله فلوس فيقدر يصرفها على تعديل شكله إيه دا؟ يعني هو هيجيله فلوس لما يحصل العجبات أخرى فيروح يعمل عملية تجميل ويرجع مرة تانية وأولادنا خاصة مراهقين منهم وهم في مرحلة بيبحثوا فيها عن هويتهم آه دي أنت قعد تجيب لنا والله أنا أقول لكم الحقيقة للدراسات والأبحاث والتحليل اللي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الإنسان على نفسه بصيرة أنا باعتبار الإنسان لازم أهتم من مشاكل أهلي الناس المراهقين بيكونوا عرضة لإدمان السيفي وأضراره بشكل كبير جدا عرضة أن هم بيدوروا على قبول الناس وأعجبهم بأي طريقة ممكنة ويبقى أولادنا محتاجين أن احنا نساعدهم على أنهم يعرفوا هويتهم الحقيقية ويعيشوا الحياة الحقيقية ونفتح لهم مجالات يجربوها من خلال مواهبهم وقدرتهم ومنسبهمش عشان يضيعوا وساعتها تزيد ثقاتهم بنفسهم ونعلمهم حاجة مهمة جدا أن قيمتهم مش في عجاب الناس بيهم ولا بمظهرهم ولا بالسطيل بتاعهم قيمتهم أن هم يقدموا قيم حقيقية في الحياة وبيعيشوا ويعيشوا الناس بأنهم ليهم قيمة ونحاول كمان أن أباءهم يكونوا متزينين فيتعلموا من أهلهم الاتزان ومن أهم أشكال الاتزان أننا نمتنع عن النقد المبلغ فيه عشان ما يروحش هو ولا كمان ندلع الزايد ولكن نكون متزينين لا ننتقد انتقاد مبلغ فيه فنحطم الأولاد ونكسرهم ولا ندلعهم دلع زايد يبقوا مرئين ومشعين فعنهم نحمل عليهم قيمة ولا أنهم يحملوا قيمة في الحياة ولازم نربيهم بالرحمة ونربيهم بالاحترام ونربيهم كمان على أنهم يحمدوا ربنا عن النعمة ويمتنوا للنعمة اللي هم فيها ونعلمهم أن خصائص ووظائف الزكور والإناث كل واحد ليه وظائف أنه مش بس مظهر خارجي لا ده أدوار في المجتمع ويبقى الولد فخور بأنه ولد والبنت فخورة بأنها بنت ففي الزكورة جمال وجماله في المسئولية والشجاعة والعمل والست جمالها في الرحمة واللطف واللين إحنا نحتاجين ده كله وعشان كده إحنا نقول لكم شوية إجراءات نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نحاول نوصل لحل عشان نبطل الإتمان ده بدل ما أولادكم بيدمنوا الصور في عيون الآخرين جملوا أولادكم في عيونكم وعشان كده لازم نبرز محاسن أولادنا ونشجعهم دايما عشان يحبوا صورتهم في عيوننا بدل ما يروحوا يدوروا ويتسولوا صورتهم وشكلهم من الناس لازم نحمد لازم أنا ما ينفعش إن فيه أم ما تقولش لبنتها إن أنت أجمل بنتي في عناية لازم تقول لها كده لازم تخليها وثقة من نفسها كأنثة لازم الأب يقول لابنه أنت زميلي وانت صديقي وانت صحبي اللي كتفي بكتفه وانت اللي بتقف جنبي لما ميكون محتاج حاجة هيبقى محتاج إنه هيبقى سماعه للكلام دوت هيخليه واثق وما يخلوش يتسول عشان ما يروحش يعمل احتواء أنا دايما بتكلم عن حاجة اسمها الاحتواء الايه؟ الاحتواء البديل لكن فيه كمان حاجة اسمها تسول الاهتمام عشان كده لازم نقول لأولادنا كلام إيجابي عنهم ونساعدهم على إنهم يمتلكوا معاني تخليهم ليه مقيمة عندنا أولا ولازم نخصص أوقات من غير شاشات نقعد مع بعض كده لتليفونات وتليفوناتنا بعيدة عننا ونعمل أنشطة مشتركة مع بعض تساعدنا كلنا زي الألعاب الزهنية والبدنية بدل الألعاب اللي على الشاشات حاجة التالتة والمهمة لازم نبدع وننوع في توسيق الزكريات الحلوة بتاعتنا يعني تعالوا نكتب كلام تعالوا نكتب رسائل لبعض يلا 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 أولاد الوقت ده جميل أوي ممكن نكتب كلمات لبعض ونحطها طب ما إيه رأيكم تعالوا نعمل حاجة حلوة يا أولاد إيه رأيكم نعمل حاجة اسمها بطرمان السعادة نكتب كل واحد فينا كلمة للتاني وحطها في البطرمان ده ونكتب كده ونبتقى ديه إيه رأيكم تعالوا نعمل إيه نرسم كل واحد فينا رسمة للتاني ويكتب عنه عليها شعوره اللي هو حاسس بيه نطور ممكن نبعث لبعض رسالة مكتوبة نكتبها مرة تانية وكل واحد فينا يسيبها للتاني في غرفته من غير ما يشوفها أو ممكن نلعب ألعاب تانية ممكنة ألعاب كلها بتقول لي أن كل واحد فينا ليه أهمية عند التاني ممكن يكون ده في ركن من أركان البيت فيه صور للذكرات السعيدة يبقى عندنا كده زي معرض البيت معرض البيت اللي هو معرض إيه معرض زكريات البيت ولو نقرأ يبقى فيه كتاب للأسرة بتدون فيه كل زكرياتها ويبقى دوة الكتاب دوة معهم على طول إجراءات البسيطة اللي احنا قلناها دي اللي هي الإجراءات التلاتة اللي أنا أذكركم بها دلوقتي أو الإجراء ببساطة نهتم بأولادنا وندعمهم ونحسسهم أن احنا دايما في ظهرهم وأنهم أجمل ما يكون ونعمل أنشطة مع بعض ونعمل كتاب الزكريات اللي هيخلينا في سعادة وفي هنا وأكثر حبا للجلسة مع بعض وأكثر اهتماما بنظرنا وجمالنا اللي كل واحد فينا بيشوف التاني به يا رب كون عاوننا على أن احنا نخرج من السجن الصغير ده سجن الذات وسجن نظرة الناس عشان ندخل في حضرتك الواسعة نرار الجمال على حقيقتي في أنفسنا وفي الحياة ونخرج من سجن ضيق النفس إلى ساعة نظرك يا جميل بعد الفاصل نلتقي عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بالنمج والله تعسره لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر